أهلاً ومرحباً بكم في حصة جديدة فيما يخص علوم الحياة والأرض الحصة اليوم تشمل الجزء الثاني منهجية علوم الحياة والأرض إذاً تكلمنا في الحصة السابقة على الاستنتاج حصة اليوم سنخصوها لكيفية الاستنتاج ما هو المقصود بالاستنتاج؟ إذاً، نريد أن نستنتجه إذا كان هناك تجربة نريد أن نستنتجه الدور المتغير في واحد النتيجة المقصود بالتغيرات، نعطيكم مثال مثلاً، إذا قلنا تجربة تالية استئصال البانكرياس عند كلب والنتيجة كانت ارتفاع في قيمة تحلون الدم إذاً، الاستنتاج دينا سيحتوي على المعلومة التالية دور البانكرياس أو علاقة البانكرياس بالنتيجة متمثلة في ارتفاع تحلون الدم إذاً، الجمال الذي سنكتبه والذي سيتمثل لنا الاستنتاج دينا سيكون ضروري تحتوي على دور البانكرياس أو علاقة البانكرياس إذاً، نكتب أن البانكرياس مسؤول عن ماذا؟ عن تنظيم تحلول الدم إذاً، هذا المصطلح للإستنتاج سيأتي في ثلاثة الحالات هذه الحالة الأولى؟ مباشرة في التجربة، سيكون لدينا هذا السؤال ماذا تستنتج؟ إذاً، تكون تجربة عندنا هي الأولى، ثم ماذا تستنتج؟ وممكن أن يكون لدينا الاستنتاج في الحالة الثانية انطلاقاً من التحليل أو الوصف وممكن يكون لدينا استنتاج بعد سؤال دي المقارنة عادي تطلبنا أن نستنتجه سنرى كيف سنتعامله مع الحالة الأولى لدي تجربة، ومطلوب ماذا تستنتج؟ من خلال المثال التالي، المثال كان في الفرد الوطني 2009، علوم الحياة والأرض إذاً، عندنا تجربة تالية ظهور أحد أنواع مرض السكري المرتبط بالأنسولين يعود ظهور أحد أنواع أمراض السكري المرتبط بالأنسولين لتدمير الخلايا المنتجة للأنسولين في مستوى البانكرياس للكشف عن أسباب تدمير هذه الخلايا ونقترح المعطيات التالية، لماذا قررنا هذه الجملة؟ لأن تكون عندنا مثلا تشريبة وتتطلب مننا الاستنتاج، رأى الهدف من هذه التجربة هو الجملة الأولى دي الاستنتاج دينا مثلا هنا للكشف عن أسباب تدمير إذا لماذا تدمر الخلايا؟ أو من يدمر هذه الخلايا؟ إذا في الاستنتاج دينا، يجب أن نكتبوا من يدمر هذه الخلايا إذاً، لأنه هذا هو الهدف إذاً، ترجعوه، نعود ونركزوه على هذه المعلومة أنه من يكون عندي مادة استنتاج نتلاق عن التجربة، فهذا كل الجملة اللي بيت نكتبه أنا كاستنتاج، ماشي أنا كتلميض حور نكتب اللي بغيت، غادي نكتب الجملة اللي أعطوني فاش، في الهدف، فين غادي نلقاه؟ في الأول دي التجربة، ترجعو كذلك لهذا الجملة لتعرف سبب ظهور هذا المرض عند الفئرات، إذاً، سبب تدمير الخلايا عند الفئرات، ننجز تجربتين تاليتين، إذاً، في الستنتاج دينا، خلصنا نقولوا أن سبب تدمير خلايا أو سبب ظهور مرض، يعودوا إلى، ننتقلوا لتجربة دينا، إذاً هنا عندنا جوش الأنواع من نفس السلالة، فأر A من السلالة نوض مصاب السكاري، وفأر B من نفس السلالة نوض غير مصاب السكاري، نأخذ من الفأر A كورية لنفاويتي، نقوم بحقنها للفأر B الذي خضع مصفقة لتشعية، تشعية شنو؟ الهدف منه هو وقت الجميع الخلايا المناعاتية، ثم بعد ذلك، نسجل ماذا؟ إصابة الفأر B بداء السكاري، إذاً، هنا أشل غيرنا عند هذا الفأر B؟ إذاً تشعية، عرفنا الهدف، وقت الخلايا المناعاتية، ودخلنا له ماذا؟ ودخلنا له كوريات لنفاويتي، إذاً، سوف نقوم بحقنها على الشكل التالي، إذاً، حقن، إذاً، تشعية، زائد حقن، التى، ثم هنا، ظهور ماذا؟ الإصابة بالسكاري، إذاً، 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 تستنتج هنا، سوف نرى ما هو الدور هذه المتغيرات، إذاً، تشعيقات الخلايا، هدفين؟ تفقى حقن كوريات اللانفاوية T، ما علاقتها بالإصابة، إذاً، حقن التى، وظهور إصابة، إذاً، نكتب أن التى، مسؤولة عن الإصابة في داء السكاري، إذاً، تنزيد هنا مسؤولة، كوريات اللانفاوية T، مسؤولة، دور تشعي، ماذا في هذه التجربة؟ دور تشعي، نقاط الخلايا المناعات هي، ومن أدى إلى ظهور إصابة، هو اللي بقى عندنا، هو الكوريات اللانفاوية T، إذاً، ننتقل، تتمت التمرين، إذاً، في الجدول، التجربة الثانية، يبين الجدول، يبين الجدول الوطيقة الثانية، ظروف ونتائج تجربة، ونجزت على فئران نود عمرها خمسة أسابيع، فئران نود عادية لم تخضع لأي عملية، ظهور مرض السكري، المرتفط بالأنسلين، فئران نود بدون لانفاوية T8، عدم ظهور مرض السكري، إذاً، هنا أشل غيرنا عند هذا الفئران؟ أننا، قمنا بإزالة قرية اللنفاوية T8، إذاً، هذا هو المتغير التي نقوله، إذاً، سنكتب غياب T8، النتيجة كانت عدم ظهور ظهور المرض، إذاً، غياب T8، عدم ظهور، سنعود إلى القاعدة إلى النور، سنعود إلى الخصوم في مقبل، كيف ممكن نستنتجوا في هذه الحالات، إذاً، غياب A، العضية A أو الوظيفة A، وغياب نتيجة B، غياب B، تنحيط غياب من هنا وغياب من هنا، لذلك نقول أن A مسؤولة عن B، إذاً، سنتفق هنا، أن T8 مسؤولة عن ظهور المرض، لأن من ما كانت T8، لم تظهر المرض، كنت تظهر المرض، إذاً، هناش غادي نكتبه D8 مسؤولة عن ظهور المرض، إذاً، هذا هو المتغير، إذاً، لاش غيرناه؟ باش نعرفه الدور دياله، إذاً، نتعلمه دايما في التجربة، نخرجه المتغير، نشوفه آخر تجربة هنا، في إيران نوت، محقونا بمضاد السام ضد لمفاوية T4، إذاً، من يقلنا، التغيير عندنا شنا هو؟ ومضاد السام ضد التكاطخ، إذاً، التكاطخ، منعت من تأدية مهمتها، ما لدينا نتيجة؟ عدم ظهور المرض، إذاً، ماذا يمكن أن نستنتج التكاطخ؟ خلال، هذه غياب A، غياب D، إذاً، A مسؤولة عن B، التكاطر مسؤولة عن ظهور المرض، إذاً، إجمالاً، من التجرب كاملين، إذاً، القرية اللونفوية T مسؤولة عن الإصابة بيداء السكري، إذاً تهاجم ترجع الهدف اللولاني، تهاجم ماذا؟ تهاجم الخلايا المسؤولة عن إنتاج الأنسلين في مستوى الفنكرياس، ودى القرية اللونفوية T هي T8 والتيكاطر، إذاً، إنتاج دينا أن التكاطر تساعد T8، لكي تهاجم خلايا المسؤولة عن إفراز الأنسلين في الفنكرياس، نتقلوك إلى الحالة التالية، لوقتها فاشت يكون عندي مادة تستنتيج، انطلاقاً من تحليل أو وصف، وهي الحالة التانية، غادي نشوفها في الفرض الوطني 2017، إذاً، في 2017، عندنا التمرين الثالث، الميبيان التالي، إذاً، في هذا الميبيان، نطلب منه في الأول نصفه، من الوصف والتحليل، كي قلنا في واحد، كي قلنا في واحد الفيديو السابق، إذاً، إذاً، هنا، بين صفر وخمسة، وتنشجل كذلك، أشعين مكتوبين دي في محوار آراتيب هنا، ومحوار آراتيب، ومحوار آراتيب، محوار الأفاصل، كان فيه مدى الأيام، محوار الأفاصل دائماً، دور دياله، وهو اللي تيورينا، أشحر من عارضة عندنا، إذاً، هنا، من صفر الستة، هذه العارضة الأولى، من صفر الستة، باشتنشجلو، أن نسبة الفيديو السابق، جد مرتفعة، بينما الكريات، إذا من صفر، فوانت، الخمسة أيام، أن الكريات اللينفاوية تي، بدأت، كانت منخفضة، من صفر الستة، نفس الشيء، بنسبة لمضادات الأسام، من خمسة إلى العشرة، نسجل، نخفاض، الفيديو السابق، ثم، ارتفاع كمية اللينفاوية تيسي، وارتفاع كمية مضادات الأسام، من عشرة، أيام إلى خمسة عشرة، يوما، نسجل، وصول تركيز الفيديو السابق، وارتفاع كمية مضادات الأسام، وكريات اللينفاوية تيسي، بدأت في الانخفاض، إذا ما تقولون، نفسر أو ماذا تستنتيج، بمعناء، نفسر، لماذا عندي هنا الارتفاع؟ لماذا عندي هنا، الكمية دي المضادات، ديلة الفيديو السابق، منخفضة وتصل إلى السفر، لأنه قلنا، آآ، فسر، أو استنتج، تطور تركيز، الفيروس الزوكام الممتل، إذا نفسر، تطور تركيز، فيروس الزوكام الممتل، في شكل، ألف، لواء، إذا نستنتج، تفسير، اوتنا، هنا، نشرحه، لماذا عندنا هذا الارتفاع، نفسره، لماذا عندنا هذا الارتفاع؟ هنا، لماذا عندنا الأخفاض. إذا، عندنا الارتفاع، تنتطرقوا لمعطيات، التجربية التي عندنا الأخفاض، لأنها من سفر اخمسة، غياب دي السي، ومضادات الأسن، عندنا نلخفاض كمية الفيروس لماذا؟ لأننا رطفعت كمية مضادة للأسان وقرية اللنف أوية تيسي كانت مرتفعة إذا باش نلخصوا إلا كان عندنا سؤال ديال ماذا تستنتج مبادئ التحليل كيفاش نتعاملوا معه؟ غاديلقى واحد مجموعة ديال التغييرات تنصفهم في التحليل في الاستنتاج خصنا في الصروع لاش عندها داك التغيير لاش نلقصني بالتغيير كينا نرتفع كينا ننخفاض إذا غادي نقول لاش نرتفع ولاش ننخفض إذا الاستنتاج بعد التحليل هو تفسير للتغييرات التي تتخذ على واحد طاهرة معينة إذا نتقلوا لحلقة الثالثة اللي هي الاستنتاج بعد سؤال ديال قارن إذا قلنا قارن وغادي نخرج ماذا؟ نخرج الفرق إذا ماذا تستنتج؟ نحن نفسر لماذا عندي هذا الفرق؟ لماذا كان هذا الفرق؟ أرجعوا دائما في هذا الفرق 2017 الاستدراكي إذا عندنا هنا قارن نتائج تجربية محصلة في ثم استنتج العناصر مسؤولة عند ذاكرة المناعتية إذن السؤال كان على الشكل التالي قارن نتائج تجربية المحصلة في الوثيقة جوج ثم استنتج العناصر المسؤولة عن الذاكرة المناعتية سنخصص تجربة فيديو آخر لتعرف على كيفية التعامل مع الأسئلة هنا لدينا سؤال مركب فيه قارن النتائج ثم استنتج بحل هذا السؤال تكتفيه بالاستنتاج دون المقارنة هذا السؤال مركب فيه سؤالين إذا رجعوا في المقارنة سنخرجوا الاختلاف قارن نتائج تجربية هنا لا يوجد نقارن المعطيات سنقارن فقط النتائج فينا هي النتائج ها هي عندي النتائج هنا إذن نتائج هنا فين كينا تنقلب فين كينا النتيجة إذن عند الفأر رقم 2 لدينا تركيز مضادات الأسام مرتفع عكس الفأر رقم 4 الذي لديه كمية قليلة مضادات الأسام إذن في الاستنتاج ديالي سنفسر علاش هذا الفأر رقم 9 عنده مادة كمية كبيرة من مضادات الأسام ترجع لتجربة هنا إذن في التجربة عندي الفأر رقم 1 حقنا حقن سوميل كوليرا بجرعات غير مميتة الهدف منه هو إكسابه داكرة منعاتها بعد سنة أخذ لنفاويات حق لنفاويات الفأر رقم 2 إذن أشنو تغيير يدرنا عن هذا الفأر وحقنا له لنفاويات من فأر فأر لديه داكرة إذن هذه اللنفاويات لديها داكرة الشيء الذي أدى إلى إنتاج كمية كبيرة من مضادات الأسام عكس الفأر رقم 3 لم يخضع لأي معالجة بعد سنة تم أخذ لنفاويات وحقنات الفأر رقم 4 بعد ذلك تم حق نسومة الكوليرا وتمت ملاحظة النتيجة التي كانت على الشكل التالي عدم إنتاج كمية كبيرة مضادات الأسام إذن كيف ينفسر الارتفاع في كمية مضادات الأسام عند الفأر رقم 2 الذي خضع لحق لنفاويات التي تمتلك داكرة إذن نقول بأن هذه اللنفاويات التي تمتلك داكرة إذن العنصر المسؤول عن داكرة المناعتية هو أشلح قنانا أم اللنفاويات التي سبق وأن تعرفت على العنصر الغير الذاتي أو مولد المضاد إذن نكتفي بهذا القدر في الحصة المقبلة إن شاء الله سنرى واحد المستوى آخر من المنهجية وهو كيفية إعطاء فرضية لا تنسوا الاشتراك في القناة والتمرين الذي خليت لكم في الفيسبوك سنقوم بإذن الحصة لنصحوا إن شاء الله هذا التمرين إلى اللقاء في الحصة المقبلة إن شاء الله ترجمة نانسي قنانسي 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 قنانس